المبعوث الأممي إلى اليمن أمام اختبار الفرصة الأخيرة والنهائية لاستمراره في مهمته تطور هو الأسوأ في مسار العلاقة المشوبة بعدم الثقة بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث والتي انتهت بشكوى مريرة بعث بها الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عدد الرئيس هادي في رسالته إلى غوتريش جملة من التجاوزات التي أقدم عليها مبعوثه إلى اليمن مارتين غريفث وتركز معظمها حول جهوده لإنقاذ اتفاق ستوك هولم بشأن الحديدة وضربت عرض الحائط بكل المرونة والتنازلات التي قدمتها الحكومة لإنجاح مخرجات السويد كما جاء في الرسالة ومن أهم هذه التجاوزات إصرار المبعوث الأممي على التعامل مع الانقلابين كحكومة أمر واقع ومساواتها بالحكومة الشرعية وحرصه باستمرار على لقاء منتحد صفات حكومية لمشروعية لها خارج إطار القرار الدولي رقم 2216 وإصراره كذلك على إضافة ممثلين إلى طاولة المفاوضات في مسعى مشبوه لخلط الأوراق وتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إشارة على ما يبدو إلى مؤتمرات الحوار الموازية ولفت الرئيس إلى موقف غريفث العملي السلبي من القرار 2216 وتجاوزه بقية القرارات من خلال تبنيه لإطار سياسي للمفاوضات خارج سياق هذه القرارات إلى جانب توقفه عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا ومع ملف الحصار على تعز وتجزئته لاتفاق الحديدة وسعيه خلال الفترة الماضية إلى التوافق مع الحوتيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة في تجاوز صارخ للسيادة اليمنية الرئيس هادي استنكر في رسالته الإفادة التي قدمها المبعوث الخاص أمام مجلس الأمن في الخامس عشر من هذا الشهر وتضمنت إشادة علنية بزعيم الميليشيا وعدها أنموذجا للخرق الفاضح للتفويض الممنوح لغريفث الذي تجاهل بالمقابل كل المبادرات الحكومية واتهم الرئيس هادي المبعوث الأممي بتجاهل آلية الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2451 وقبوله بانتشار أحادي الجانب بدون أي طريقة للرقابة والتحقق أو قياس مستوى تقدم إعادة الانتشار واتفاقه مع قائد الميليشيا على أن يسلم الحوثيون الموانئ الثلاث للأمم المتحدة دون إشراف الحكومة وإفادته مجلس الأمن في الجلسة المغلقة بأن قرارة المجلس لا تشير إلى الرقابة الثلاثية وميله كذلك إلى الإقرار بولاية الحوثيين على الإدارة الأمنية والمدنية للحديدة وموانئها الثلاثة